ازايكو عامليني يا رب الجماعيكم بخير النهاردة هنتكلم عن موقف بين الطفل ومامتو الموقف بيبشي ازاي ان الطفل رايح نحية الفيشة بتاعة القهربة ابني رايح نحية فيشة القهربة الام اول حاجة بتعملها اياه بنبعد عن الفيشة وتبدأ تسرخ وتصوت عشان تمنعه وتحذره طبعا الطفل مش ولا هو هنا ومش مدرك كلامها ولا مدرك ان هي بتسرخ ولا اي حاجة وهو مش فاهم هي الام بتعمل كل داي وهي عملة تسرخ وتزع برضو زي ما هي في مكانها تمام والام بتوصل لمرحلة العصبية وبتروح اي ما جايبها الطفل ضربة تمام ايه وتعد تقول ايه ده الحمد لله ربنا سطر ده انت طفل عنيد ده ربنا سطرها علينا ده انت كنت هتودينا في دهية الطفل في كل مرة هو عايز يروح علشان يستكشف ويتعلم وهي بتصرخ كأنها تعبانة مثلا هو ده اللي في دماغ ايه اللي في دماغ ابنها طب نتصرف ازاي في موقف زي ده موقف زي ان الطفل رايح لفشة الكهرباء وخصوصا بيكون في سن صغير ان انت تحاولي تخفي فياش الكهرباء على قد ما تقدر يبقى اي حاجة تمام في البيت اه وكمان ان انت تكوني مرقبة دايما وتهتمي بمرقبة ابنك لان ده دورك كأم هو مش هيبقى فاهم ان ده غلط او ده هو غلط ليه ولا كده هو دوره ان هو عايز يستكشف ويتعلم تمام نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وموقف جديد مع السلامة اشتركوا في القناة